بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا الطلاب والطالبات أهلاً ومرحباً بكم ضمن سلسلة دروس الرياضيات الصف السادس الفصل الدراسي الأول درس اليوم استكمالاً للدرس السابق مقارنة الكسور العشرية وترتيبها لدينا مقارنة كذلك لدينا ترتيب بدايةً إذا عندي شكل جزاته إلى عشرة أجزاء لونت منه خمسة أعبر عن هذا بالكسر العشري أقول خمسة أجزاء من عشرة أي خمسة من عشرة كذلك عندنا هنا قسمناه إلى مئة جزء لونت خمسين من المئة يصبح خمسين جزء من مئة جزء طيب لو لاحظنا المقدار الآن نلاحظ أن الشكلين لهم نفس الكمية أي أن الخمسة من عشرة تساوي الخمسين من مئة ونكتب الخمسة من عشرة تساوي الخمسين من مئة وطالما أنه يساوي أي الكسرين متكافئين هذا يعني أن الأصفار اللي عندنا هنا على اليمين لا تؤثر في الكسر العشري إذا كانت بعد آخر رقم بنفس الطريقة أربع من عشرة تساوي أربعين من مئة ستين من عشرة أو ستين من مئة تساوي ستة من عشرة أيضا لدينا معلومة جدا مهمة أيضا الواحد من عشرة أيهما أكبر الواحد من عشرة أم الواحد من مئة لاحظ من خلال الشكل الأمامي واضح أن الواحد من عشرة أكبر من الواحد من مئة إذن واحد من عشرة أكبر من الواحد من مئة كذلك الواحد من مئة أكبر من الواحد من ألف إذن الجزء من عشرة أكبر من الجزء من مئة وكذلك أكبر من الجزء من ألف فكرة درسنا سأقارن بين الكسور العشرية وأرتبها مثل ما قلنا المقارنة والترتيب نفس بعض الفرق المقارنة بين كسرين عشرين أما الترتيب يكون من أكثر من اثنين ثلاث كسور أربع وهكذا لدينا مفردة المتباينة والكسور العشرية المتكافية ما هي المتباينة؟ المتباينة هي جملة جملة رياضية توضح عدم التساوي لدينا معرفة سابقة بالتساوي إذا عندي كميتين متساويتين هذا نسميها ماذا؟ أسميها معادلة ولكن الآن إذا عندي غير متساويتين أسميها متباينة إذا أخذنا أي إشارة سواء أكبر أو أصغر تسمى متباينة مثل ما قلنا أن التكافؤ إذا كان لهم نفس نفس القيمة مثل الثمانية من عشرة تساوي الثمانينة من مئة الخمسة من عشرة تساوي الخمسينة من مئة أي أن الأصفار على يمين آخر منزلة لا تؤثر في الكسر العشري وهذه جداً مهمة وأحتاجها في الترتيب سنرى الآن بعض المسائل المباشرة على المقارنة أو الترتيب سنبدأ نرى السؤال قارن بين الكسرين العشريين في كل مما يأتي مستعملاً أحد الإشارات أكبر من أصغر من يساوي ودائماً إشارة الأكبر أو الفتحة تكون جهة العدد الكبير طيب لاحظ عندنا هنا كيف نقرأ هذا الكسر أنا ما عندي عدد صحيح عندي فقط أجزاء تقرأ إثنان وانتقى على إثنان علي من الفاصلة أي إثنين من عشرة طيب لاحظ عندي هنا إثنان لكن وانتقى على إثنان هنا تقع على إيه صار الفاصلة معناها هنا الاثنين عدد صحيح مباشرة أول شيء عيني تجي عليه العدد الصحيح هنا عندي العدد الصحيح صفر وهنا عدد صحيح إثنين إذن أول خانة همني الأرقام من اللي عليه صار الفاصلة أيهم أكبر الصفر أم الاثنين الاثنين أكبر إذن مباشرة إذن لا تخل بس مجرد أنك تشوف الاثنين وعلى طول لا ناظر الخانة اللي يتيع على إيه صار الفاصلة اللي تمثي العدد الصحيح نشوف الآن هنا لاحظ عندي العدد الصحيح ثلاثة وهنا أيضا ثلاثة نفس العدد الصحيح سنتقل إلى الأجزاء كم عندي الأجزاء هنا؟ عندي ثلاثة من عشرة وهنا ثلاثين من مئة لكن حرية إذا أردت أن تضع صفر حتى يصبح للعددين نفس المنزلة الآن جميعاً في جزء من مئة ثلاثين من مئة وثلاثين من مئة أصبحت المقارنة سهلة إذن وضعنا الصفر حتى يكون العددين نفس المنزلة ثلاثين من مئة ثلاثين من مئة يعتبر ماذا؟ يعتبر أن الكسرين متساويين وبالإمكان أيضاً بشكل مباشر لاحظ عندنا مثل ما قلنا أن الأصفار الثلاثة من عشرة الثلاثة من عشرة تساوي الثلاثين من مئة إذن الصفر اللي هنا اللي عندنا على اليمين لا يؤثر في القيمة يعني كأن هذا الثلاثة من عشرة وكأن هذا الثلاثة من عشرة فالثلاثة من عشرة هي كذلك نفسها الثلاثين من مئة نشوفنا للمسألة الثالثة لاحظ عندي قراءتها أنت بالقراءة طبعاً ما عندي عدد صحيح عندي أجزاء الأرقام كلها تقع علي من الفاصلة ثمانية لكن في أي خانة ثمانية؟ في خانة الجزء من مئة فتقرأ ثمانية من مئة هنا الثمانية أيضاً علي من الفاصلة تعتبر أجزاء ثمانية من عشرة عندك طريقتين إذا أردت هنا طبعاً عندي جزء من مئة هنا جزء من عشرة أضع صفر حتى يكون للعددين نفس المنزلة ألا نقرأ العدد ثمانية وهنا ثمانين أيهما أكبر؟ الثمانين مباشرة تريد طريقة أخرى بالإمكان بالقيمة المنزلية لكل خانة مثل ما قلنا إنه خاد الجزء من عشرة أكبر من الجزء من مئة طيب كم الجزء من عشرة هنا صفر هنا كم الجزء من عشرة ثمانية الثمانية أكبر مباشرة ضع إشارة على الجزء من أكبر إذا كان أكبر بغض النظر عن جميع الأرقام المتبقية بنفس الطريقة قارن ولكن راح أعطيكم فرصة تحلونها يلا نبدأ يا شباب راح نضع التوقيت بسم الله أبدأ ترجمة نانسي قنقر انتهى وقتنا الوقت جدا كافي بإمكانك الحل يعني ولا خمس ثمانية ممكن عشرة ثمانية تأخذ منك وقت طيب إذا جئنا القارن أول شيء عين تجي عليه العدد الصحيح هنا كم؟ خمسة هنا خمسة الآن راح نتقل للأجزاء شبه الأجزاء واحد وخمسين من مئة خمسطعش من مئة كل من نفس المنزلة من مئة قارن العدد أيهم أكبر واحد وخمسين أو الخمسطعش الواحد وخمسين مباشرة ضع الفتحة على جهة العدد الكبير شبهنا الآن العدد الصحيح تسعة وهنا تسعة نفس العدد الصحيح راح نتقل للأجزاء هنا عندي طبعا تكلم بخان في الجزء من ألف راح أقرأ العدد هنا ثلاثة يقرأ العدد ثلاثة ثلاثة من ألف هنا ثلاثين من ألف أيهم أكبر طالما لهم نفس المنزلة الثلاثة أم الثلاثين الثلاثين إذن يكون العدد تسعة وثلاثين من مئة أكبر من تسعة وثلاثة عفوا من ألف أكبر من تسعة وثلاثة من ألف أيضا بنفس الطريقة الآن الثالثة بعد ما قارنت العدد الصحيح نفس العدد الصحيح أنتقل للأجزاء راح أقارن الأجزاء جميعهم في الجزء من ألف هنا عندي مية وسبعة وهنا عندي أحدعش أيهم أكبر المية وسبعة إذن ضع الإشارة على العدد سبعة و 107 من ألف ومثل ما قلنا الملاحظة الواحد من عشرة أكبر من واحد من مئة بإمكاني بعد ما أصبح العددين الصحيحين مثل بعض أنتقل الجزء من عشرة وقارن الجزء من عشرة إذا كان الأكبر ضع الإشارة جهته مباشرة نشوف سؤال آخر هنا طلب مني ترتيب مثل ما قلنا الترتيب نفس المقارنة لكن الترتيب بأكثر من كسرين عشريين سنشوف الترتيب السؤال يقول رتب كل مجموعة من الكسور العشرية الآتية تصاعدياً طلب مني ترتيب تصاعدي طيب الآن في نقطة مهمة جداً الفواصل فرق ما بين الفاصلة العشرية والفاصلة بين الإعداد سوف أضحها لكم هذه فاصلة عشرية أم فاصلة بين الإعداد؟ بين الإعداد نعم بالشكل هذا هذه فاصلة عشرية هذه فاصلة بين الإعداد هذه فاصلة بين الإعداد إذا واضح الآن عندي الإعداد أو الكسور العشرية بإمكاني وضعها تحت بعض راح ضعها تحت بعض الأول 16 كما هو 16.2 من عشرة 16.2 من مئة لحظة ترتيب الفواصل تحت بعض الأحاد تحت بعض العشرات الجزء من عشرة كذلك الجزء من مئة العدد الأخير 15 الفاصل تحت الفاصلة الجزء من عشرة الجزء من مئة الآن راح أكمل بأصفار حتى يكون لهم جميعاً نفس المنزلة عندي هنا كل جزء من مئة جزء من مئة هنا سأضع صفر أصبح جزء من مئة هنا سأضع فاصلة وصفرين هل يغير؟ لا يغير شيء 16 عدد صحيح والآن 16 عدد صحيح وضعنا الفاصلة تمثل أجزاء ما عندنا أجزاء لكن سأحتاج إلى الفاصلة والأصفار حتى أرتب الكسور طيب طالما طلب مني تصاعدي التصاعد يكون أبدأ من الأصغر وأنتهي بالأكبر إذا راح أرقم في البداية أصغر واحد أصغر واحد أنظر إلى ماذا؟ أنظر إلى العدد الصحيح عدد صحيح أرطل إلى 15 مباشر هذا رقم واحد الآن جميع كلها 16 سأنتقل إلى الأجزاء هنا عندي صفر من مئة 20 2 هذا رقم 2 مباشرة هذا رقم 3 2 وهنا رقم 4 لنا 20 من مئة إذن راح أكتبها الآن مرتبة تصاعدياً 15 و 99 من مئة نضع الفاصلة ما بين الأعداد رقم 2 16 16 العدد كما هو 16 هنا بدون الأصفاء اللي وضعتها للمساعدة الآن 16 2 من 100 أخيراً رقم 4 16 16 و 2 من 10 وبإمكانك لو لاحظت لاحظة جزء من 10 10 طبعاً هنا في الأعداد الصحيح بالأعداد اللي هي مثل بعض 16 16 16 هنا طبعاً عندي 0 0 هنا 0 2 هنا 2 فهذا أقلهم يأتي بعد ذلك 2 من 100 أخيراً 2 من 10 السؤال اللي بعد رتب أيضاً ولكن لحظة ترتيب اللي عندي تنازلي لحظة تنازلي كأني أبدأ من العدد الأكبر وأنتهي بالأصغر أولاً بإمكاني وضع الكسور تحت باعه حتى يسأل عليه الترتيب مثل ما قلنا يا شباب أنت من نقطة الفاصلة هذه الفاصلة بين الأعداد هذه الفاصلة بين الأعداد كذلك هناك فاصلة بين الأعداد البقية تعتبر فاصلة عشرية تعتبر مع العدد طيب رحلت بتاحت بعض 32 و 32 كأول كسر عشرى عندنا الفاصلة حتى الفاصلة العدد الصحيح تحت العدد الصحيح 0 ثلاثة اثنين الفاصلة اثنين وثلاثين ثلاثة صفر اثنين آخر عدد الفاصلة أين نضع الثلاثة؟ هل نضع الثلاثة تحت الثلاثة؟ أم مع الثلاثة؟ أحسنتم الثلاثة هنا سأتمثل أحد سأضعها تحت الآحد الآن تسعة جزء من عشرة وتسعة جزء من مئة ما نفعل الآن الخطوة الثانية؟ سأجعل جميع الأعداد في نفس المنزلة هنا طبعا لندي من ألف إذا سأكمل بصفر واحد هنا من ألف هنا من مئة سأكمل بصفر واحد أصبح الآن جميع الأجزاء من ألف طيب نجي نقارن تنازلي سأبدأ بالعدد الأكبر إذا سأرقمهم بأكبر عدد أول شيء أنظر للعدد الصحيح كل 32 هنا 32 32 32 إذا بين هذا إذا هذا مباشرة آخر واحد رقم أربعة لأنه أصغر واحد فيه أنا أبغى الأكبر طيب نجي الآن الأجزاء سأقرأ الأجزاء قرأة واحدة كأعداد 320 32 300 واثنين وين أكبر واحد فيهم؟ هل الثلاثمائة وعشرين ولا الثلاثمائة واثنين؟ ثلاثمائة وعشرين إذن هذا رقم واحد مباشرة الآن رقم اثنين احسنتم هنا رقم اثنين برضو ثلاثمائة واثنين تبقى لدينا 32 رقم ثلاثة والآن الأصغر هو ثلاثة وتسعة وتسعين تبقى لدي الآن الترتيب سأكتبهم مرتبة بهذه الطريقة إذن الأفضل طبعا أني أرقمهم رقم واحد 300 هنا رقم اثنين 302 رقم ثلاثة وهنا رقم أربعة الآن سأعيد كتابتهم كنفس اللي عندي في السؤال إذن 32 و 32 الآن فاصلة رقم اثنين 32 و 302 رقم ثلاثة 32 و 32 من ألف أخيرا ثلاثة وتسعة وتسعين من مئة مرتبة ترتيب تنازلي بدأنا بالأكبر وانتهينا بالأصغر نشاهد السؤال الآن سؤال آخر مسألة يرتب سليمان كتب مكتبة المدرسة بحسب تصنيفها المسجل عليها ساعده على ترتيب الكتب الواردة في الجدول المجاور تصاعديا يلا نساعده يلا نساعد سليمان عندي هنا الجدول أعطاني إياه يريد ترتيبها تصاعديا ما معنى تصاعديا سأبدأ من الصغير إلى الكبير سأرقم أول شيء بإمكاني من الجدول المباشرة طالما أن الأرقام مرتبة تحت بعض الجزء من ألف أضع صفرين هنا أضع صفر واحد أصبح جميع الأجزاء في خانة المنزلة من ألف الجزء من ألف طيب لاحظة عدد صحيح اللي عندنا جميعها لها العدد الصحيح ثلاثمائة وواحد وعشرين تبقى الأجزاء أبدأ في من تصاعدي أصخر واحد فيهم ولا أصخر واحد فيهم هل خمسمائة وثلاثين أم خمسمائة وتسعة وثلاثين أم خمسمائة يا سلام لاحظ كيف أصبح الآن الموضوع سهل جدا بعد كذا خمسمائة وثلاثين أخيرا خمسمائة وتسعة وثلاثين وراح نكتبها الآن مرتبة بحسب ما وضحنا إذن ثلاثمائة وواحد وعشرين وخمسة من عشرة هذه الفاصلة الآن رقم اثنين ثلاثمائة وواحد وعشرين وثلاثة وخمسين من مئة أخيرا ثلاثمائة وواحد وعشرين وخمسمائة وتسعة وثلاثين مرتبة ترتيب الصاعدي بدأنا من الصغير حتى الكبير نشوف أيضا مسألة أخرى في تحليل الجداول الجدول الآتي يبين قيمة فاتورة الكهرباء لأسرة أحمد في عدة أشهر المطلوب رتب هذه القيم تصاعديا ثم أوجد وسيطها طيب طيب مني ترتيب تصاعدي؟ سؤال جميل تصاعدي أبدأ من الصغير وأنتهي بالكبير لاحظة عدد صحيح جميعهم لهم العدد الصحيح الآن راح انتقل للأجزاء الأجزاء جميعها جزء من مئة أصبح الأمر سهل مباشرة راح أقرأ العدد طالما كلهم جزء من مئة واحد ثلاثين خمسة واربعين ثمانطعاش ثلاثة واربعين تسعة وعشرين رقم واحد مباشرة ثمانطعاش هو الأصغر ثمانطعاش من مئة بعد كذا تسعة وعشرين هذا رقم اثنين راح أصعد من الأكبر اللي بعدهم؟ رقم ثلاثة الواحد وثلاثين بعد كذا تبقى لدينا خمسة واربعين وثلاثة واربعين هنا رقم أربعة هنا رقم خمسة تبقى لدينا فقط كتابتهم تصاعديا الأول ثلاثة وتسعين وثمانطعش من مئة الثاني ثلاثة وتسعين وتسعة وعشرين من مئة رقم ثلاثة ثلاثة وتسعين وواحد وثلاثين من مئة رقم أربعة ثلاثة وتسعين وثلاثة واربعين من مئة أخيرا رقم خمسة ثلاثة وتسعين وخمسة واربعين من مئة لاحظة السؤال الفقر الثانية السؤال الجميل الوسيط ذكروا ما هو الوسيط هو العدد الذي في المنتصف جميل جدا إذا كان عندي عدد البيانات فيردي سيكون سهل كم عدد البيانات 1 2 3 4 5 إذن مباشرة الوسيط هو الرقم الذي في المنتصف وهو 93 و 31 من 100 لاحظت كيف أن الرياضية الداخلة في بعض أعطاني سؤال من ضمن درس ماضي طيب مسألة مفتوحة في مهارات تفكير عليا أعطي مثالاً لكسر عشري يكافئ 76 من 100 مسألة مفتوحة أعطني أي كسر يكافئ 76 من 100 خمسة من عشر مثلاً أعطني كسر يكافئ لها أحسنتم بإمكاني وضع ماذا أن 76 من 100 يكافئها نضع عامة يساوي ضع صفر 76 وضع صفر بالإمكان طالب آخر يعطيني صفرين طالب آخر يضع ثلاث أصفار لاحظ أن الأصفار على يمين آخر عدد لا تؤثر في قيمة الكسر العشري أيضاً سؤال آخر أكتب موضحاً كيف يمكن استعمال خط الأعداد في مقارنة الكسر العشرية خط الأعداد أنا أعرف أن خط الأعداد يساعدني كثيراً لماذا؟ كلما اتجاهنا جهة اليمين ماذا يحدث في العدد؟ العدد يكبر إذن إذا يحدث مكانه مثلاً هنا يحدث مكان أي كسر تأكد العدد الذي هنا على يمينه سيكون هو الأكبر إذن الطريقة أنه بعد ما أحدث العدد على الخط الأعداد أو الكسر على خط الأعداد الذي يقع في اليمين هو الأكبر نرى الآن تدريب على الاختبار سؤال جميل يبين الجدول أدنى الزمن الذي استغرقه كل متسابق في سباق 100 متر أي مما يأتي يمثل ترتيب وصول المتسابقين إلى خط النهاية؟ أعطاني هنا الجدول المتسابق والزمن الذي استغرقه بالثانية طيب الوصول خط النهاية ماذا يعني؟ هل من قطع المسافة في وقت أقل؟ أكبر؟ نعم في وقت أقل الذي يقطع المسافة فيه مثلا 7 ثواني يوصل قبل من قطع المسافة فيه 10 ثواني إذا سأبحث عن الذي قطع المسافة فيه وقت أقل طيب نرى الآن العدد الصحيح طالما عندي أجزاء هنا 14 13 13 13 إذا من بين هذا ولي هذا سيكون آخر واحد رقم 4 لأنه هو الأكثر زمن سنتقل الأجزاء الآن سأخذ الزمن الأقل ما بين 84 97 79 طبعا هنا رقم واحد وهنا رقم 2 84 أخيرا 97 رقم ثلاثة إذا من الأول أو ترتيبهم أصبح الآن لديهم مرتبين مانوع الترتيب هذا بدأنا الأقل زمن وصلنا إلى الأكثر زمن نوع الترتيب تصاعدين دعنا نبحث عن إجابة سيكون في الأول أحمد فالأول أحمد عندي إمباء أو دال بعد أحمد سيكون تركي هنا إذن هذه نستبعدها أحمد تركي بعدين عثمان بعدين خالد إذن فقرة دال هي الصحيحة سؤال أخير سمي منزلة الرقم الذي تحتوي خط في كل مما يأتي أراد اسم المنزلة نحن نعرف القيمة القيمة منزلية اسم منزلة إذا كان اسمها أحد عشرات مئات أو جزء من عشرة جزء من مئة جزء من ألف هذا اسم منزلة طيب اللي لاحظة عندي الآن السؤال أول هذه الطلبات تحت خط هنا طيب لاحظة أن العدد يقع على يمين الفاصلة إذن مع الأجزاء طالما أنه ثاني عدد سيكون في خانة الجزء من مئة سؤال أخير أيضا لاحظة العدد يقع على يمين الفاصلة إذن يقع ضمن الأجزاء هنا جزء من عشرة جزء من مئة جزء من ألف وهنا الجزء من عشرة ألف ملخص درسنا لاحظ الخلاصة كيف فكرة الدرس إنها مباشرة وسهلة عند المقارنة ما بين الكسر العشرية نفس طريقة العداد الصحيحة أو العداد الكلية نقارن أولا العدد الصحيح بعد كذا أقارن الأجزاء تأكد الجزء من عشرة أكبر من الجزء من مئة والجزء من مئة أكبر من الجزء من ألف وبإمكانك وضع الأصفار حتى تقارن يكون لهم نفس منزله ثم تقارن ما بين الأعداد شكرا لكم أنتهى درسنا شكرا لمتابعتكم واهتمامكم كان معكم عدد الله الكثير من لغة الإشارة الأستاذ عماد الدويب دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته